ازايكم وعندين ايو حاشتوني جدا 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 فيديو النهاردة زي ما انت شايفين في العنوان كده هتبقى عشر نصايح لازم تعملوها قبل ما نبدأ في الدراسة وقبل ما تبدأوا في الدروس ولو بدأتوا إلحقوا نفسكم عشان احنا لسا في البداية كنت نايب صراحة أصور لكم بالنظارة بس لقيت ان هي بتاكس مع الرينج لايت شكلها وحش بس هنكتفي بان احنا عنحطها فوق دماغنا كده بقى بما اننا بنعمل فيديو عن المذاكرة اول حاجة جايبة نقطة جنبي لان انا كتب فيها العشر نقاط بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة فتابعوا الفيديو للاخر ايا ان يكن سنك بقى كنت في عدادي في سنوي في ابتدائي في اي حاجة كده هتحتاجي الفيديو ده لان هو اساسيات لاي مرحلة انت دخلاها وتركزوا في الفيديو ده كويس جدا لو انتوا داخلين على مرحلة زي تالت عدادي او تالت سنوي او داخلين على مرحلة الجامعة الفيديو ده هيهمكم جدا ويلا بينا نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة لما كده بس في البداية لازم اوضحها لكم انا عايزكم تكملوا الفيديو الاخر لسبب بعد كده في كل فيديو هنعمله وهيبقى في اخره فيه واجب يعني عارفين كده لما بنروح المدرسة او بنروح الدرس بتاعنا وبيبقى فيه واجب بيبقى فيه هومورج كده للحصة بتاعتنا فبعد كل حلقة هيبقى فيه واجب فتوعوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الواجب بتاع حصة النهاردة اول حاجة يعني مش عارفة اقول لكم قد ايه مهمة وبتفرق وبعملها في بداية كل سنة وكل تيروم تمام وهي اننا نحط النفسنا من اول نص ساعة لساعة يوميا قبل الدراسة مثلا باسبوع كده او في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا نبدأ نركز كده ونفكر احنا عايزين نعمل ايه احنا قدامنا قد ايه احنا داخلنا على مرحلة ايه والمرحلة دي بالنسبة لنا مهمة ولا لا طب ايه الاهداف اللي عايزين نعملها طول السنة لازم نقعد ونفكر كده واهم حاجة الاجندة او النوتة بتاعتنا الصغيرة بصوا النوتة دي كيوت جدا وحلوة قوي انصحكم ان انتوا تجيبوا حاجات زي دي بتشجع الواحد على ان هو يكتب و بتشجع الواحد على ان هو يدون الافكار بتاعته فبصراحة زي ما قلت لكم اهم حاجة ان انتوا تخلوا مع نفسكم ساعة يوميا تتعاد تتفكروا فيها تقولوا ايه الاخطاء اللي عملناها السنة اللي فاتت ومش عايزين نكررها السنة دي انا مثلا سنة اللي فاتت اهملت نفسي من اول الدراسة او شدت نفسي في الاول بعد كده اهملت في نص الدراسة نشوف الاخطاء نشوف الحاجات اللي تعلمناها وعايزين نكررها نحدد اهداف لنا بسنة ونحدد احنا عايزين نعمل ايه الفترة اللي جاية الخطوة دي هتفرق معاك جدا وتعالى اقول لك الوقت المناسب اللي تعمل فيه الموضوع ده انك تصحي الساعة 7 الصبح يا لهبه عالرويا الساعة 7 الصبح كوباية النسكافي بتاعتك عادة في البراكونة او جنب الشباك او في مكان الاضاءة بتاعته هادية كده ومش حاجة تضرب في وشك وتبدأي ان انت تعالي تمخمخي كده وتفكري انت عايز تعملي ايه السنة اللي جاية الحاجة اللي بعد كده والنصيحة اللي عايز اقولها لكم بعد كده بصوا دي بقى يعتبر دي تاني او نصيحة او بس اهم نصيحة في النصيح كلها ان انت تعملي صفحة كده تقسميها لاربع يعني اربع مربعات فاهمين عصدي لما تقسموها لاربع هتقسموا اول قسم خالص انا كدب جنبي هقرها لكم بالزلط علشان ما انت لغبطش اول قسم هتعمليه في الاربع اجزاء وهو هيبقى المعدل الدراسي اللي انت عايزت جيبه يعني بمعنى صح انت دلوقتي مثلا دخل على السنوية عامة حط في دماغك انا هجيب في السنوية العامة 98% هجيب في السنوية عامة 99% بس نصيحة صغيرة عايزة اقولها لكم تحاولوا على قد ما تقدر يا جماعة تزودوا في الليبل في دماغكم تعال اقول لكم دي انتوا لو حضرتوا في دماغكم ان انا عايزة جيب 95% هتجيبه 90% حطوا في دماغكم عايزين تجيبه 90% هتجيبه في التمانينات فاحسن ان انتوا تعلوا الليبل يعني تحطي في دماغك انا عايزة جيب 99% جيبتي 65% هتبقي راضية فاهمين قص دي يعني تحاولوا ان انتوا تعلوا عن المرحلة اللي انتوا عايزين تدخلوا عايزين تدخلوا مثلا كلية بتاخد في التمانينات لا حطوا في دماغكم ان انتوا عايزين تجيبوا في التسعينات لكم الباطن بيلعب دور كبير جدا تاني حاجة ان انتوا لازم تعملي في النص التاني علاقتك مع ربنا وايه الحاجات اللي محتاجة انك تثبتي عليها وتقوي ايمانك بيها يعني بمعنى اصح انا مثلا محتاجة انتظم في الصلاة فحتكتبي في الجزء ده ان انا عايزة انتظم في الصلاة تبدأ ان انت تقسمي كده تعملي جدول صغير طبعا ده مجرد تقسيمة كشكل بس هتعملي جدول تاني في كلوسة تانية او في اجندة تانية او في ورقة لوحدها تانية تكتبي فيها بقى موعيد الصلاة وتكتبي انا صليت النهار ده كزا ما صليتش كزا تبدأ ان انت تنتظمي في الصلاة صلاة اهم من اي حاجة يا جماعة وكل حاجة بتيجي بتوفيق ربنا فلازم تعملوا الخطوة دي نيجي للحاجة التالتة وهي الهواية لازم تقضي في الخانة التالتة الهواية بتاعتك انت مثلا بتحب القرية بتحبي اشغال الهند ميد تحبي التصوير بتحبي اي حاجة عندك هواية وخلاص بتحبي الرسم هتسيبي وقت لنفسك ان انت في الوقت بتاع الدراسة ده تكوني عارفة ان الوقت ده هرسم فيه مثلا يوم الجمعة من الساعة كزا لكزا مثلا الصبح هصح هذكر وبعد ما خلص من ذاكرة هاخد بريك قاعد عامل فيه الهواية بتاعتي اهم حاجة ان انتو تقسموا الوقت بتاعكم بطريقة منتظمة ومش تخلوا الوقت بتعلع باكتر من الدراسة علشان ما نتعاودش على الحال ده رابع حاجة وهي انك تشوفي الوقت اللي هتقسميه لأهلك وصحابك عايز اقولكم ان الحاجة دي اعتبر يعني مش مهمة قوي على حسب يعني انت مثلا انا ما عنديش مثلا قريب في مصر فقاموا ده بالنسبالي ما كنتش بعمله وما عنديش صحاب يعني مقيمين في حياتي او ما عنديش ناس معينة اللي هو لازم اكرمهم 24 ساعة ولازم اقابلهم على طول لانا حياتي ماشي عادي جدا الناس اللي صحابي النهاردة بكرة مش صحابي مش الدنيا ما بتقفش على حد فانتو على حسب شايفين نفسكم من النوع اللي بيحب او يجول اهل وجول صحاب فابدقوا ان انتو برضو تقسموا في يومكم الوقت اللي هتتكلموا فيه مع صحابكم او هتقابلوهم او مثلا قبل الدرس او هتروحوا عند قريبكم فتحددوا يوم في الاسبوع يكون ليكم مع اهلكم او مع صحابكم ثالث حاجة وهي اختيار اداة للمتابعة يعني بمعنى اصح تجيبي الاجندة بتاعتك او اللي هي التقويم اللي هو فيه مثلا بكرة عندي امتحان كذا وكذا وكذا بعد بكرة انا عندي مقابلة مع الشخص الفلاني بعده انا ورايا حاجة لازم اخلصها مثلا انا كنت باخد كورس كنت بروح جيم تكتبي الاهداف بتاعتك الاولويات بتاعتك واهم حاجة انك تنتظم عليها يعني مش تكتبيها وما تنفزيهاش تكتبي الحاجات اللي انت متأكدة وعندك يقين انك لازم تعمليها فالخطوة دي مهمة جدا هتخليك تنجزي الاولويات بتاعتك وما تكسفيش فيها الرابع نصيحة وهي اهم حاجة برضو النظافة والترتيب والنظام كلنا عارقين ان النظافة بتلعب معانا دور جامد جدا انا عايز اقول لكم ان منظر السرير الورايا ده هو اربع عشرين ساعة كده لسببين ان على طول على طول على طول السرير ده بيبقى ايه حد قاعد عليه فما بلحقش كل ما بروحه بيتبوز تاني فهو وقت التصوير ده الوقت الوحيد اللي انا يعني عايز اقول لكم عن السرير اللي قدامي انا مروحها لكن السرير ده مش بيتروح والتصريح امروحها بس حط عليه شوية حاجات من فوق عشان لسه جاية من بره فعايز اوضح لكم معلومة المكتب بتاعنا اللي بنذاكر عليه او الترابيزة اللي بنذاكر عليه او حتى لو بنذاكر في مكان كده على قد الحال لازم يكون مروائينه ومنضافينه ونهتم بنظافة الكاراريس بتاعنا نهتم بنظافة الحاجات اللي حوالينا لان موضوع ده بيلعب في نفسيتنا لما طول ما احنا شايتين الدنيا متكركبة كده حوالينا مش هنعرف حاجة واكتبيني في الكوميس لو انتوا كنتوا من النوع ده اللي هو لما بتشوفوا الدنيا متكركبة حواليكم وبتعرفوش تذاكروا فاهتموا بالنصيحة اللي هي الرابعة دي لان هي تفرق معاكم جدا النصيحة الخامسة وهي تحضير شنطة المدرسة والطوارئ وبصراحة الفيديو ده مش هتكلم فيه كتير او النقطة دي مش هتكلم فيها كتير لان انا عملت لكم فيديو هين قبل كده عن تحضير الشنطة بتاعة المدرسة او الخروج او النزلات السريعة او شنطة الطوارئ فهتلاقوها سيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس ولو حابين اعمل لكم فيديو جديد بمناسبة نحن داخلين على سنة دراسية جديدة وعايزين اعمل لكم اساسيات الشنطة بتاعة المدرسة اكتبوا لي في الكومنس وانا هعملها لكم لعناية البتنين نصيحة رقم 6 وهي تعديل النوم من قبل الدراسة الخطوة دي بتفرق معنا جدا كلنا في اول الدراسة بتاعتنا بنحس اللي هو ان احنا مشتتين ومش عارفين اصحى بدري المعاد بتاعنا مثلا 6 بنحس باكتئاب فظيع اللي هو كنت متعودة اصهر لغاية الفجر دلوقتي لازم انام 16 او 11 بالليل او 9 فيه ناس على حسب اهريهم فهتحاولوا ان انتو من بدري بدري كده تعود نفسكم على النوم بدري والصحيان بدري وعايز اقول لكم نقطة صغيرة من اختكم والله العظيم سواء كنت اختكم الكبيرة او الصغيرة الصحيان بدري والنوم بدري دي حاجة عشانكم انتو مش عشان فاطر الدراسة انتو فعلا هتلاقوا ان دماغكم كده مفتاحة هتلاقوا ان انتو يومكم بتنجزوا في حاجات كتير هتلاقوا ان حياتكم بقت صحية اكتر لما تناموا بدري وتصحوا بدري النصيحة اللي بعد كده وهي نصيحة رقم 7 وهي ايجاد حل المشغلات والملهيات وتخصيص وقته وتخطيط كمان للمستقبل يعني بمعنى اصح انا واحدة من الناس اللي 24 ساعة ملهية بالشغل بتاعي ملهية بالتليفون ملهية بلعب معينة بلعب ببجي ملهية باي حاجة في الدنيا انا بحب اضيع وقت لا احنا لازم نخصص وقت للملهيات والوقت الاكبر يكون للمذاكرة والوقت الاكبر يكون نحنا بنعمل فيه حاجة صحة لو مش عايزة تذكري ما تذكريش بس اتعلمي حاجة مفيدة في حياتك خلي يومك تطلعي بيه بايجابيات وسلبيات مايبقاش كله سلبيات اطلعي من يومك كده خلصت يومك ايه ده النهاردة انا عملته وعملته انا مبسوطة خلي نفسك دايما قبل ما تنامي تكوني مبسوطة انك عملتي حاجة معينة اتعلمتي مهارة معينة ذكرتي جزء كبير عملتي عمل خير فهو مخليكي مبسوطة فاهمين قصدي فلازم تلاقوا حل للملهيات ولو عايزين اعملكم فيديو لو ازاي نحاول نحن نقلل من استخدام التليفون ازاي نحاول نحن نمسك نفسنا ونعرف وقت المذاكرة نركز على وقت المذاكرة ونخصص وقت وننظم وقتنا لو عايزيني فيديو مخصوص بالموضوع ده اكتبوا لي في الكومنت هي بقى لنصيحة التامنة وهي انجازة المهام المؤجلة علشان نبدأ بداية صح انا دلوقتي واحدة من الناس اللي دايما كل فترة وفترة بحب يعني اروأ الدولاب بتاعي وطلع الحاجات اللي هي قدمت علي ورميها مثلا وراي معادل الدكتور بس مأجليها عندي مشكلة مثلا في سناني بس مأجليها لقدام مثلا هقول لكم امثالي لان انا كنت كتبها انا مثلا بحب كل فترة وفترة امسح الحاجات الزيادة اللي على موبايلي بحب ان انا ارتب غرفتي كل فترة وفترة ونظفها بشكل اللي هو عميق عميق في ناس دايما بيبقى عندها مشاغل بس بتأجلها لو تصحى النهاردة مش فايقة طب كمان شوية هقوم اخليها بكرة اخليها بعدو لا احنا عايزين نفضي دماغنا تماما ومش نفضيها اللي هو هنفضيها كده لا احنا لازم نعمل كل المشاغل اللي ورانا يعني تروقي قطك تغسلي الموعين اللي انتي حطاها في دماغك دي وهي على طول ما بتخلص تبدأ ان انتي تخلصي من المشاغل بدعتك طبعا كل شخص اللي مشاغل مختلفة عن الناس التانية فتخلصي من المشاغل بتاعتك الخطوة دي هتفرق معاك جدا نيجي بقى للنصحتين يعني الاخيرة اللي هي التسعة والعشر النصيحة اللي بعد كده وهي مشتريات جديدة للسنة الدراسية لازم انا مش هقولك لازم يعني دي حاجة على حسب نفسيتك لو انتي من النوع اللي بتحب تشتري حاجات جديدة وبتحبي الاقلام الملونة وبتحبي تجيبي نوت وبتحبي تجيبي اجندات صغيرة وبتحبي الدلع والاستيكارات والالوان اللي بتشجعك على المذاكرة ابدأي وهاتي الحاجات دي من دلوقتي علشان تهيائي نفسك للمذاكرة انتي من دلوقتي لو ما هيقتيش نفسك هتخشي على الضغط الدراسة والطلبات وبتاعه وهتحس ان الوقت بيجري وراكي ومش عارفة تعملي حاجة فمن دلوقتي ابدأي انزلي وتفرجي عايزة مثلا تجيبي الزمزمية اللي هي بتحفظ الميا عايزة تجيبي المج الحراري اللي هو بيحفظ المشروبات السخنة عايزة تجيبي المج اللي تعادي به في البيت اللي بيبقى شكله قيوت كده وحلو بيبقى زازه بيبقى ليشري مو من فوق فاتحاول انك تدلعي نفسك حتى لو بحاجات بسيطة كده بقى أقل من 50 جنيه ممكن تشتري حاجات كتير قوي 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 من المكتبة وتجيبي كمان مج الحاجات اللي بعد كده وهي سيحة العشرة ان انتو الباقي الوقت اللي فاضل معاك ودلوقتي بعد ما تنجزوا في الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي تسعيدوا نفسكم بنفسكم يعني حتى لو سعادتكم كانت في حاجات تفهة في ناس ما بتقدرش ان الحاجات دي بتسعيدكم اعملوا الحاجات دي بنفسكم اسعدوا نفسكم بنفسكم ما تستنوش ان في حد يهتم باهتماماتكم علشان تتبستوا لا تبستوا بنفسكم اضواء تحيلوا اخرجوا اه العابوا خليكم مبسوطين ما تاخدوش الدراسة حاجة حملة كده على قلبكم لا الدراسة دي حاجة حلوة بالعكس انتو كل ما تجبروا كل ما هتندموا على الفترات اللي عدتوا بيها بس خصوصا لما تنتقلوا من مرحلة لمرحلة يعني لما تخلصوا من عادتي وتخشوا على سنوي هتحسوا ايه ده النفسي ارجع لأيام عادتي وتخلصوا سنوي يتابقوا داخلين على جامع ايه ده الفترة الدراسية اللي بتمروا بيها ايا يكون السنة اللي انت داخلينها ايه وبإذن الله السنة الدراسية الجديدة اللي داخلين عليها دي تبقى سنة كلها فرح وسعادة وتجيبوا المضموع لنفسكم فيه وتبدأوا كده السنة بحماس وتكملوها كمان بنفس الحماس ويبس كده دي كانت النصائح بتاعت النهاردة ويلا بينا نقول الواجب بتاع جديد هاتب لكم خمس لينكات فيديوهات في الديسكريبشن بوكس الخمس فيديوهات دول بتوعي انا مش بتوع حد قريب يعني يعني انا الاسبونسور بتاعت حلقة النهاردة هاتدخلوا وتتفرجوا على الخمس فيديوهات دول وفي كل فيديو من دول هتلاقوا كومنت مسبت كلما تتفرجوا الفيديو اكتبولي في الكومنت تم وعملنا الواجب يا عبير وهبست منكم جدا ولو حبينا انا اكمل لكم في سلسلة الدراسة اكتبولي في الكومنت وبحبكم قوي قوي يلا باي